لكن اسمحوا لي أبدأ بفوز الأهلي طبعاً اللي كان على بيرامدس بالثلاثية اللي أمتعتنا جميعاً دلوقتي بقى بعد هذه المرحلة المفروض الفريق بيستعد للجولة الـ 12 من الدوري بكرة بإذن الله عندنا مباراة مهمة جداً وحنرجع نقول تاني مباراة مهمة جداً أمام MP الساعة 5 ناس اللي تقول لك لا دي مباراة مش مهمة دي مباراة سهلة دي مباراة مضمونة ثلاث نقاط معنا يبني خلاص الموضوع الحمد لله كده يعني عدة الخطورة عدة بيرامدس كانت أخطر كلام ده كله ليس له أي أساس من الصحة احنا هنلعب مع MP ومباراة سيكون فيها تنافسية شديدة وكلمنا قبل كده أن كل الفرق حالياً وتحديداً في الدوري هذا الموسم بتلعب بتنافسية عالية وبروح معنوية عالية جداً وكل لعب في كل فريق مختلف في الدوري المصري عايز يزبط نفسه عايز يقول للناس كلها أنا هم موجود بصوا علي أكيد عندهم طموحات أن هم ينضموا للأندية الكبرى في مصر فأي لعب بيلعب دلوقتي وأي فريق بيلعب هو نفسه أنه هو يوصل للدرجة الأولى للمجد يحقق ذاته ودي كلها على فكرة حاجات مصروعة وهارجع أقول تاني نفس اللي قلتم بارح يعني في مقدمة برضو الحلقة احنا محتاجين ده علشان محتاجين تطوير ومحتاجين نشوف دوري مصري أكثر تنافسية وأكثر قوة دي حاجة لصالح الدوري المصري وحاجة لصالح القرى المصرية في الأول وفي الآخر هنلعب فين؟ هنلعب على ملعب المقاولون العرب من ناحية الفريق بتاعنا طبعا هو يعني استعاد سلسلة الانتصارات الحمد لله وثقة كمان الجماهير ودي نقطة مهمة جدا والجماهير اللي هي كانت داعم أساسي بصراحة طول الفترة اللي فاتت ما انت عشان تكون جمهور داعم ما فيش حاجة اسمعنا جمهور داعم بس وفريقي يعني بيفوز وفريقي محقق انتصارات وفريقي رقم واحد لا لكن انا بتكلم ان انا بدعم فريقي وانا في ظهر فريقي كجماهير حتى ان كان فيه دروب حتى ان كان فيه فترة ليست الأفضل ليه وبصراحة جماهير النادي الأهلي هي اللي أثبتت هذا الكلام في الفترة اللي فاتت اللي هي لم تكن الأفضل بالمناسبة مش حانطلع نقولك اننا الأفضل الفترة اللي فاتت لا لم نكن الأفضل لكن الجماهير فضلت في ظهرك فضلت عندها ثقة ان انت هترجع للمستوى بتاعك وأفضل وقد كان الحمد لله ونرجع نقول تاني 20-23 بدايتها كده شكلها يعني خير بإذن الله علينا